نتابع إذن هذه الصور الأولية التي جاءتنا حتى الآن لم تتضح بعد ملبسات هذا التفجير مراسل الجزيرة يتحدث عن عشر إصابات على الأقل خلال هذا التفجير الذي تأتينا صوره مباشرة من تل أبيب إذن حركة في الشارع الذي شهد تفجير لم تعرف ملبساته حتى الآن يأتي هذا التفجير في ظل أوضاع متوترة أصلا تعيشها المنطقة عدوان إسرائيلي على غزة وتبادل إطلاق الصواريخ من القطاع على مناطق إسرائيلية ترجمة نانسي قنقر